السلام عليكم بنا تمنى تكونوا بخير وعلى خير في حسن الاحوال يا ربي هين مرر بغيت نتشارك معاكم وجبة بسيطة و سهلة جدا محبوبة عند الصغار و الكبار طبيعة الحال اللي هي باستيشيو وما لا يعرفه الاغلبية كيعرف باستيشيو المهم هون انا كنتشارك معاكم طريقتي البسيطة جدا وباش كي يجيك بحال ديال المطاعم تماما هون انا غدي نحتاج للحم الدكرومي المدخن اللي هو الادان دفيمي والكريمة كريمة الطبخ بطبيعة الحال اللي هي الكريم فريش وبطاطيس مقلية اللي هي الفريت سافي هدو هما المكونات تقريبا غنحتاج بالنسبة للبهارات غنحتاجوا البزار غنحتاجوا شوية الملحة فقط لغير ولا الفخوماج غنحتاجوا التشدر وغادي نحتاجوا الجبلات المدزرية يكونوا محكوكين بطبيعة الحال هناك ما كنتشوفوا معي أنا حركت شوي ديال الادان دفيمي في شوي ديال الزبدة بعد زدت عليه الكريمة ديال الطبخ هي الكريمة ديال الطبخ كاتجي احسن لما يمتوفر عند الكريمة ديال الطبخ تقدر تبدلها بصوص بشميل سافي كان نحرك ذاك لادان دفيمي في ديال الزبدة حتى يطلق لي ذاك المداقم بعد كان خوية ليهلك خيم فخيش وكان تم نحرك بهاي الطريقة حتى يتجانسوا المكونات كاملين كنزيد عليهم شوية المليحة شوية البزار والفريت بطبيعة الحال كنخلط جميع المكونات حتى يتجانسوا وما كنخليش هديك لاصوس تختار يعني تولي جامدة خاصها بعضها نوعا ما لانها ما زلغت تدخل الفران وغدي بشي 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 طيب وبيش تقن بغني كاينة ما انشف مهم كان حركوو بهاي الطريقة حتى تجانسوا المكونات كاملين وكتكون لاصوس في القوام المطلوب اهلا كانت لاصوس لها السلسل بيضاء هذه اللي عندكم والااااا كريمة فخيش ولا كريمة الطبخ جامدة يعني ثقيلة نزيدوا لها شوية ديال حليب حتى تخفاف مولا تخفف للا شوي ماشي بزاف سوف نستمر بهاي الطريقة حتى تجازونا المكونات كاملين واخر مرحلة نزيد عليها الفرمج وندخلوها للفرام ونرجع لكم في تاتيم الفيديو ثم نضيف المكونات كاملين ونضيف عليهم نصف كمية الجبل المبشور نحن نضيف المكونات كاملين ونضيف المكونات كاملين أدخلوه الفران بخمسة دقائق حتى يتحمر الوجه لانه فيه كل شي طائب سوف يتحمر الوجه و نقدمه بالصحة و الراحة المهم هو الوصفة السهلة و بسيطة جدا و تجي اكثر من رائع كي يجي لذيذ الواحد درجة ما تخيلوها احسن من المطاعم بمراحل يجي معلك و يجي رائع جدا كما تشوف معينة هون كي يجي معلك و الطعم خيال نتمنى الوصفة تعجبكم و نتمنى تجربوها و تخلو لي تعليقاتكم و ما تنسوني بلايك واشتراك في القناة و بارتاجي الفيديو مع صحاباتكم و معارفكم و اني بكم حبيباتي و الى فيديو قادم ان شاء الله و خليتكم على خير